اتفاق الإمارات وإسرائيل إقامة العلاقات الرسمية كاملة بينهما هل يفتح الباب على مصرعيه أمام علاقات أوسع في المستقبل بين إسرائيل ودول الخليج الأخرى؟ هذا السؤال يشغل المنطقة والعالم منذ الإعلان المفاجئ عن تدشين العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن ستكون مجالات في السياحة وفرص نستفيد منها حقا كالزراعة والتكنولوجيا وغيرها لكن إسرائيل أيضا ستستفيد من أحد أكثر الاقتصادات العربية ديناميكية وواحد من أكثر الاقتصادات العالمية في العالم العربي لذلك فالأمر حقا طريق ذو اتجاهين وإن كانت أمال الجانبين الإمارة والإسرائيلي المعلقة على اتفاق إبراهيم سياسيا أم اقتصاديا فإن مواقف العواصم الخليجية جاءت متباينة وبدت الكويت والسعودية هما الأكثر تشددا تجاه إسرائيل في حين يتوقع المراقبون أن تحذو بقية دول مجلس التعاون الخليجي حذو الإمارات وبالنظر إلى المسار الذي اتخذته أبو ظبي قبل الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل فإن السياق الاستراتيجي في المنطقة ضاعف من التحليلات حول هوية دول بعينها نحو احتمال أن تكون البحرين على رأس القائمة وخصوصا بعد ترحيبها بالاتفاق الإماراتي والإسرائيلي كذلك سلطنة عمان هذا بينما لم تتضح صورة الموقف في المملكة العربية السعودية حليف الإمارات في حرب اليمن واللتان تشتركان في الهواجس الأمنية وفي مقدمتها النفوذ الإيراني بالمنطقة فتحت خطوط الاتصالات المباشرة والعلنية بين الإمارات وإسرائيل ومع الحدث فتح المجال واسعا أمام القراءات والاحتمالات التي لا تحصى حول مستقبل العلاقات الخليجية الإسرائيلية التي باتت اليوم تحت الأضواء أكثر من أي وقت مضى بسبب حراك دبلوماسي يقول المراقبون من شأنه أن يسوق إلى زخم محتمل لمعادلة جديدة قد تغير وجه المنطقة برمتها منطقة ظلت لعقود من الزمن ساحة صراء لقوى النفوذ الإقليمية والعالمية لبرنامج حديث الخليج مصطفى سكحال الحرة دبي ترجمة نانسي قنقر